الأكسية المنبر ديفورميشن بيكون هو عبارة عن الانترنال فورس فيه على الرزيستنس للماتيريال والرزيستنس للسكشن اللي هي مضروف في التوتالين الآن هذا الكلام ممكن يكون ون إليمنت ممكن يكون ملطب الإليمنت زي هاد وحكينا كيف نشتغل عليه وحلينا عليه سؤال اللي هي عبارة عن شوفنا هذا السؤال وحلينا هذا السؤال وجمعناهم بمعنى إنه إذا كان عندي بدي يكون عندي وإذا كان عندي فنجمعه جبري بس هذا الكلام مش دائما بيكون الجمع جبري صحيح يعني الناقص بنحطه ناقص أو زايد في هذا السؤال شوفنا إنه الجمع الجبري ممتاز بمعنى إنه أنا التنشن أعطاني الونجيشن والكمبريشن أعطاني شورتنج فجمعتهم لكن في سؤال زي هذا اتفقنا إنه الديس بليسمينت عند النقطة بيه الأخضر بدي يصير في الونجيشن والبني الفاتح بدي يكون في شورتنينج ومع ذلك جمعناه إذا من الأصل الفورميلة ما ياشقص الجماع الفورميلة هي عبارة عن تول أداة لإيجاد أكسيال دي فورميشن في المنبر وما تبقى بدي يكون دي فورميشن في الدكوشن يعني الدكوشن في الدكوشن هو يحكم إنه نجمع أو نطرح يعني سؤال زي هذا حلنا وكلمة إنه الآن الإشكال في الدكوشن عند النقطة إنه أنا بدي أجيب عند A وبدأ جيب عند B وبعدين بدي أعمل الانكلانيشن للمنبر AB ومنها بطلع الديفورميشن أو الديس بليسمينت اللي أنا بحتاجها طبعا ناقشنا هذا الكلام الأصل في الكتب تتبع ما يسمى تشابه المثلاثات which is true تماما وأنا حاولت تعطيكم هند بسيطة كيف في إمكانية نعمل كل هذا الحكي بدون ما نرجع لتشابه المثلاثات واللي هي الأصل هي تشابه المثلاثات بس بمهارة مش فيه Mathematics بعدها شفنا هذا السؤال قلنا يعني أنا لو بدي أشوف وين النقطة دي بدها تروح لو أنا شلتها تنزل لتحت لو أنا شفت بي وين بدها تروح لو أنا شلتها بتطلع للفوق فبالتالي اتفقنا إنه هذا تكون فيه compression وهذا attention وحلينا هذا السؤال وشفنا كيف بنحل عن طريق الستاتيكس وعن طريق الوية لكن احنا أخذنا مهارات بسيطة كيف نحل واتفقنا إنه هذا مية في المية صحيح تشابه المثلاثات اكس وكذا وإلى آخره وبجيب اكس وبعد ما جيب اكس بجيب هاي بس قلنا إحنا إذا إنت رفعت او الهوريزانتل عنده نقطة بيداش عند النقطة هان بكون هذا الحل بكون أسهل بكثير جدا خلينا نكمل اليوم يعني هي الأمور واضحة فش عندي غير P في L على A في ما عندي أي في chapter 4 ما عنديش أي mathematical tool غير هذا الحقيق وعندها assumption شو عندها الassumption إنه إحنا في ال elastic range وفي linear range أو بالأصل في الماثماتيكس في linear range لكن الكتاب بفرد منه ال elastic والlinear هي نفس المنطقة فما فيه إحنا مشكلة في التعامل مع هذا الكتاب نشوف الآن هذا سؤال هذا سؤال الآن الأصل إنه عندي أنا استواني خارجية وفيها بار داخلي وهذا عنده 80 كالنيوتر الفيكسيتي هان الفيكسيتي هون ومعطيني الطول معطيني 600 و400 معطيني كل شيء و الكروس سيكشن أريا لتيوب AB لتيوب AB هاد معطيني الكروس سيكشن أريا 400 400 مليمتر سكوار ستير رود هذا معطيني الدياميتر إليه 10 الدياميتر إليه 10 20 مليمتر طبعاً معطيني 80 كالنيوتر أبلايد الإيلة الستيل الإيلة الستيل معطيني إياها 200 إذن هاي 200 جيجا بسكل والألمنيوم هذا 70 جيجا بسكل شو المطلوب المطلوب بده displacement عند النقطة C يعني النقطة هادي C وين منها تروح هلا كباسيك كونسبت على المثال اللي حلنا آخر المرة آخر شيء وين بتروح السي على اليمين نحن تروح على اليمين مين اللي راح تصير في internal forces عشان C تروح على اليمين AC لا يعني فيش عندي إيشي اسمه AC نقطور BC صح لا BC هلا هذا الكلام يعني AB بده يكون في shortening رحيكون في longation إذا افترضنا أنه AC والBC لا ما هو فيش AC في BC هذا الرب واضح من الصورة إنه داخلي الرد واضح من الصورة الرد A سوري BC كدهي تقولو 600 ملي متر 600 ملي متر والBA قطعة واحدة BC 400 ملي متر داخلي صح آه الداخلي هيو BC فبالتالي الآن شو أعمل يعني أنا بدي أجيب deformation دي فورميشن اللي صار في BC هاي دي فورميشن دلتا اللي صارت في BC كويس وفي عندي دي فورميشن اللي صارت في AB دي فورميشن لأن شو أعمل لهم ديبتهم أنا شو أعمل عشان أجيب displacement عند النقطة C هذا ميكانيكس إحنا مش في المتمنت في الميكانيكس displacement عند النقطة C شو تساوي أيوة بحكيش رياضيات بحكي in terms of high و in terms of high تنشن عند BC عكل حال هي deformation AB زائد deformation AC BC هذا الكلام من وين أجا عشان هيك حبيت أرجع قبل من بلج هذا الكلام شو أفرق عن هذا السؤال هذا السؤال هذاك السؤال وهذا السؤال شو أفرق عن بعض ولا شيء هذا عمودي وهذاك مايل وهذاك نايم يعني هذا السؤال هذا السؤال لو أنا رسمته هيك وجيت رسمت هذا باللون الأخطر زي ما هو هيك وحطينا الأزرق هذا هون وكلنا هذه هي الفور شو أفرق عن السؤال هذا هل في فرق بين هذا السؤال وهذا السؤال لا نفس الإشي طيب وهذا السؤال قبل شوي يعني السؤال اللي أنا حاولت أحله معكم شو أفرق عن هذا أنا ما بحل الأسئلة معكم في الشرح أنا بغطي كل الأفكار اللي ممكن تكون موجودة في أي كتاب بعدين برجع بحل الأسئلة على كل حال يعني الآن صار عندي هذا واضح إنه displacement عند C displacement عند النقطة سيشو تساوي تساوي الديفورميشن اللي صارت في AB زائد الديفورميشن اللي صارت في BC هلأ هاد ما فهوم شو هي الديفورميشن اللي في AB الفورس اللي في AB مضروب أو على الاريا تبعات AB مضروب في ال-E تبعات AB مضروب في length تبع AB بدهاش أي فكر ثاني لإنه إحنا منحكي عن deformation في axial لازم يكون عنده الفورس الداخلية وال-A وال-E لنفس length طب ليش زائد هلأ هذا ميكانيكس ما دخلوش في إنه في عندي compression وعنية تنشر يعني في BC عندي tension صحيح لكن في AB عندي compression لكن في هذا السؤال أنا جمعتم جمع الثاني شو ده تكون الفورس اللي في BC مضروب في L لBC على الاريا BC في E BC طيب هلأ الفورس اللي في AB كم ثمانيين 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 والفورس اللي في BC كمان ثمانيين اللينك تبعت AB كده 400 400 اي 400 واللينك تبعت BC 600 600 الاريا 600 تبعت AB 400 400 وال E 70 16 كوة 3 70 جيجا بسكال الاريا تبعت BC هي 5 تربيع شيك مش عشرة مش هو عشرة مليمتر مش هذا كان عشرة مليمتر اه صحيح وهاي 200 في عشرة كوة 3 الان المهم في هذا السؤال هاي النقطة هايها هاي هما تبقى هي simple formula و بنا نطبق عليها تطبيق بمعنى انه انا الان لو بدي ارجع لحل هذا السؤال هذا بيكون في compression ال AB وبيكون في tension والتنتين 80 معناش مشكلة اليوم هاي انا حطتلك فوق على اليمين هون الفكرة من وين انا بدي حل هاي السؤال هذا الفكرة اللي هانا اللي احنا ما كشناها الحصة اللي فاتت واللي رجعتها معكم هي مفتاح حل هاي الاسئلة هي مفتاح حل هاي الاسئلة في قضية يعني الان اعتقد ستير رد الفورس في اللينكس على اوكي طلعنا والتاني من يوم طلعنا هلأ الاصل انه انا اكون عارف من الميكانيكس انه التنتين وين راح هو بنفس اليمين كلهم ساعة ويفتح ذلك السيلة اليمين اذا انا بجمعهم جمع فبتطلع عندي نقطة سي راحة بمقدار 4.2 مليمتر على اليمين اذا الان هذا نوع اخر من الاسئلة اللي ممكن تكون موجود في اي الان احنا الحل اللي بنحل في دكتور في الرسم اللي بس في مجلة وترجع شوي الرسم اللي قبل اه دكتور اذا طلب مننا شغل يعني لوين تحركت بس النقطة كانت موجودة على ال سيلندر فانا فاعل حالي بس راح حسب ال في ال ما راح اخذ بعلا تبار البوس طبعا انت لما بتجي تقول لما بتقول وين الدس بلا برا ال الدس بلا برا 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 تكون من وين جاي من وين دايما راح تكون شورتنينج بس بس سيلندر ما راح بس ايوة بس لنقطة بس راح تكون لنقطة بفقط بمعنى انه اجت من سأل اجي اوكي اذا الان لو اجا عندي منبر ما هواش ما هواش خليني اقول الو نفس الاريا بمعنى الان خلينا احط ال options اللي ممكن تكون موجودة هذا الان هذا هو عبارة عن ايوة ايوة فكست من هون وعنده فورس بهذا الانتر او خليني بتطريقة ارتب هاي هذا وهي وهذا بهذا الافتجاه وعنده فورس للتحر هلا هاد شو ميزته انه ال اي وال ا وال ب constant through the whole l بمعنى بمعنى انه هون عندي ال ا وعندي ال p وعندي ال e is the same وين لكل اللينكس عشان هيك بنستخدم الفورملا p في l على ايه في ايه داير فبالآن لو كان عندي هو نفسه خليني بلون اخضر نفسه انا بدي displacement تحت تأثير وزن بديش تحت تأثير هاي الفورس يعني هون كان في فورس بهذا الاتجاه هان بديش انا تحت تأثير بديش تحت تأثير الفورس الخارجي بدي تحت تأثير وزنه يعني تحت تأثير وزنه هذا الاخبر كم صارت displacement عند النقطة هاي هاي السؤال خليها تكون هاي a a b هاي a b تحت تأثير الفورس هاي كديش بتكون displacement عندي في الحل الاولى b f l على e f e f l على f constant كله constant الآن الآن الثاني هاي شو متوقع المتغير عندي هل a constant هل a constant لا لشو تغيرت the area ما لشو تغيرت the area constant بس من lmg خاط constant the a constant وال e constant كمان ال p not constant يعني عند كل نقطة الآن عند النقطة هاي وعند النقطة هاي وعند النقطة هاي هل الفورس اللي بيحاول يشد المنطقة متساوي لا الوزن بختلف تأثير الوزن نح إذن p not constant not constant طيب إذا كانت non constant دعم لها integration مصبوط الآن بدي أجيب شيء آخر الآن هذا عندي مثال هي 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 وهي وهي والآن السؤال تحت تأثير هذا الوزن كده صارت displacement عند النقطة هاي النقطة بي شو الاشي الكونستانت شو الاشي مش constant هاي بي وهي اي بس الاي الكونستانت هون هلا اي constant هل الفورس تي constant اه constant ما هي انا لو بده اخد section هان و section هان مش عن الوزن لا لا مش تحت اه اه constant شو مشكلة المساحة متغيرهم اذا ايوة الـ A is not constant طيب معناته اذا بد دعم الانتغريشن دعم الانتغريشن لمن المساحة طيب نرجع الان اخر واحدة فيهم اللي هي ممكن تكون هيك اكثر من الماد يمكن لا لا اول 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 على اساس انه تحت تأثير الوزن اي بي تحت تأثير الوزن شو عندي constant الـ خليها constant طيب الان تحت تأثير الوزن الـ constant لا لا طيب وال P constant كمان لا بمعنى لما بدعم الانتغريشن دعم الانتغريشن through A و B و B هلأ افرض انه ال E افرض ظنه ال E الان تعتمد على ال Y وتحت تأثير وزن ال E تعتمد على ال Y يعني صارت ال A وال E وال P كلها معتمدات معناته انا اعمل انتغريشن لمن لل P لكل المعادلة وال A وال E من 0 ل ما ننسى انه ال P as a functional variable X ولا Y بهم وال A as a functional the same variable وال E as a functional the same variable فبالتالي انه خلينا نشوف كل الحالات شو بطلع معنا كيف يعني كل الحالات نرجع لك الكلص واحد بمعنى انه انا الان هاي الحالة اللي عندي هاي الحالة اللي عندي اللي هو الان تحت تأثير الوزن تحت تأثير سوري P تحت تأثير P الان كم كم راح تكون ال displacement عند النقطة هاي هلا انه اللي تغير في هذا السؤال تحت تأثير الوزن المساحة المساحة الان خلينا نشوف كيف نعمل معها يعني انا الان باجي هاي عندي هاي لون تاني احسن هاي النقطة اللي هون هاي هاي بدي اسميها نادل تألي اسميها دل تألي نادل تألي هاي هاي النقطة بسميها دل تألي او دل تأكس تفركش ما هي مش ال ال الان السؤال السؤال مطروح اذا كانت اذا كانت هاي دل تألي نحن in terms of x الان كديش الفرص اللي عليها هاي الفرص شو ساوي p ال p نعم constant هاي p وال e constant 30 constant لكن ال a صارت function of what of l x x ما هو نفس ال l لانها الparallel ال x هي نفسها l ال l is the total integration of x كل ال x هي l شيك خدنا في الكالكولوس عكل حال الان هاي انا هان مصار مصار هذا هذا المقطع يعني المقطع اللي عندي هذا المقطع اللي بدور على ايه تبعت طح مصبوط مصبوط طيب مهلا هذا المقطع اللي بدور على ايه تبعت هو رح يكون in terms of this radius صح مصبوط انا بدي ادور على r هادي من هل ها بعمل function تربط r مع x مش هادي من هل ها بدي اسميها p ها من هل ها بدي اسميها b وها من هل ها بدي سميها c او small p بهم احساس من خربط الشيء كم r in terms of x كم r in terms of x هلا الاصل الاصل انه في عندي كمان هاي اللي تحت هاي اللي هي b small b هاي اللي هي small b صح اذا الاصل السهم هذا الاحمر شوه small b ايوه على اثنين على اثنين زائد b capital نقص b small على اثنين زائد b capital نقص ايوه b small على اثنين على اثنين هذا شوه هادي r صح شي هادي ال r الفوق يعني cross section يعني اوسع واحد و cross section اوسع واحد بي اثنين لليش بي نقص بي اثنين مظبوط ايوه ما هذا ميكانيكس اه ما دخلوش في شابتر اربع اشي هذا statics statics is not summation forces يلا طي على الاصل الاصل انا كلما بنزل لتحد شو بصير في الرادياس بكل يعني انا اسهلي اتعامل مع هاي واسميها الماطس اكس او اتعامل مع ال اكس مع ال اكس اتعامل مع ال اكس ماش يلا اتعامل مع ال اكس اذا هي الساهم الاحمر اللي بدور عليه هو هو بيع اتنين ايو ناقص مصبو بدي اتناقص منه شو بدي اتناقص منه مش هو مش هو الكبير كله الان انا لو جيت حطيت خط هون هاي الخط نيح هلا انو اللي بيحكمني في كل ال اكس اللي بيحكمني في كل ال اكس هو الخط الاحمر بال Lunar هايو مصبو استمر صح كان فوق 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 كان capital B 2 وصار تحت كديش صفر صفر بالنسبة للخط الأحمق أو هو الراديس small b صح طب ممكن أنا أجي أقول هو دائما small b دائما هو small b زائد المنطقة هاي هاي المنطقة مظهور مش هاي قديش هاي المنطقة طيب سؤال الآن أنا عندي هذا المصلى هادي كابتل بي وهاي من هاي المسافة الخضرة كم هاي المسافة الخضرة in terms of x in terms of x وبيدي إياه بي على ألف بي على ألف l ناقص x ما هو شايفينكم طبعا مشكور أو أعتفكر أنه شايفينكم mathematicians هو بسببتش هذا الحكي هذا الكلام ما بسببت هذا الكلام المفروض ينتقل وهاي in terms of y أنه أسهل أتعامل مع الأخضر in terms of x ولا in terms of y وي in terms of y طيب يلا in terms of y كديش لا in terms of x سأل يلا in terms of y كديش بي على ألف l ناقص y ال y ما بتعطيني مثلث ال y عم تعطيني شبه منحرف كيف أنت كيف أنت بدك تعتمد على ال y في قضية تشابه المثلثات وهو شبه منحرف مطرح لنفس y إذن أنا ماشي بس الآن السؤال 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 اللي بطرح نفسه الآن أنا أمشي بهذا الاتجاه واللي أمشي بهذا الاتجاه أسأل لي بال x خلينا بال y ولا بال x بال x أسأل لي طبي كويس ما هذا السؤال أول سؤال سألته ولا واحد جاوب x الكل جاوب كود من فوق دكتور حتى لو كانت وكانت وكانت نتعامل يبا ما هو أصلا أصلا لو كانت منظر مش y تقدر تتعامل في الماثماتيشن تقدر تتعامل مع كل شي engineering you have to solve the problem in a very fast way مش المعلومات هي المهمة في الانجينيري المهارة هي المهمة في الانجينيري على كل حال الآن الآن لو أنا بدي أرجع لهذا الكلام برجع بدي أحل كل الأسئلة لهذا الأصل أنه أنا بطلت بدي أخر بما أنه area مختلفة وتعتمد على variable يعني أنه أنا بدي أجيب area in terms of variable طيب متى متى area لا الخط الأحمر متى area الخط الأحمر والخط المهارة متى area الخط الأحمر والخط الأخضر بتكون the same هاي خط الأخضر وهي الخط الأحمر متى بيكون التنتين the same نحن يعني لما limit لدلتا x شو تساوي zero ستصبون يعني يعني الأصل الأصل لما limit ل dx بتروح لزيرو بيكون عندي بيكون عندي بقدر أقول إنه الأحمر والأخضر متساوية مضمون مش هيك صحيح هذا الكلام فيزيا بالليمت ما عمورها كانت ديوزو خطوها في الكالكولوس وما شاء هاي فيزيا هاي مالهاج دخل مش مالهاج دخل في المثمات لا هي mathematical tool to prove a physical one طيب الآن هذا هاي كانت delta x مضمون هاي تحورت لإيش في المثمات تحورت لما يسمى integration لما تلعب إذن معنى ذلك الآن أنا الآن شو بتسوي أنا الآن بدي أعمل integration طب انت علش بتدور بتدور على المسافة هاي كدش طارة وهاي هي اللي بدي أعملها integration طيب المسافة هاي مش هي P في L على A في E صح بشار نظبوط إنه P constant والA constant والE constant for the same L طيب إذن هاي بطلت L صارت delta صح نظبوط إذن الآن الفورس constant ماشي بحطها constant أنه المتغير طيب الآن 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 اللي هاي لازم تكون as a function of what of X of the variable آيوه بالضبط الآن افرض انه هذا الخط X square يعني مش مش شرط انه X مش هذا الخط مش هذا هاي أيو كير بربو لفور X square إذن إذن الآن اللي هاي هاي هيك صارت هاي هيك هاي X وهاي Y وهاي من هاي الهان خمسة صام نيح عند هذه النقطة الآن كم المسافة هاي X square Z5 خليني أقول خمسة تحت وخمسة وفوق بمش تحمل آه ثنتين خمسة عشر بمش بمش مش مش مشكلة أيوة X square أيوة X square Z5 خمسة طب ليش مش اثنين في X square ما هي برضو اللي تحت X آه أنا طلعت من center لفوق يعني بضروبه اثنين عشان اطلع امني امني إذن صار عندي area in terms of what in terms of X وانا بدي اروح ل integration واحد بمعنى بمعنى انه الان هذا الكلام صار واضح انه force ممكن تكون in terms of variable والarea ممكن تكون in terms of variable آه إذن أنا الآن في أي سؤال في أي سؤال إذا عندي شكل مختلف عن uniform أو force مختلف عن uniform بدي أجيب الفورس والarea in terms of what in terms of variable على أساس أنا أفضر أحل طيب الآن خلينا نشوف هذا الكلام صار صار الآن الفورملا اللي بنحل فيها اللي هي P في L على A في E صالها شرط هي مش general شو شرطها إنه P P و A و E constant through the whole L طيب وإذا ما كانتش constant معناته الفورس in terms of X والarea in terms of X ال E على أساس أن هذا same material كلها مضروب في X في delta X من 0 إلى X من 0 إلى L إذا الآن هذا هو الجنرال فورس أو أكشن على resistance ممكن يكون عبارة عن material أو ممكن يكون عبارة عن طيب هلأ 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 نشوف هذا الآن هذا رجعنا له رجعنا له الأصل إنه في هذا ممكن يكون الفورس متغير بشرط إنه أنا بدي to include what الوزن صح الار كتاباته معناته معناته شو بده هو إذا معطين الـ unit معناته هو بدور على إيش الآن بدور على total elongation تحت تأثير الوزن وتحت تأثير الوزن هو بقول شوذة أنا بديش عمل شوذة بدي أجيب هو بعدين بشوف شو طيب عندي واضح تحت تأثير وزنه يعني الماس هو بقول إنه الماس هي رو ماش رو طيب الوزن كيف تصير مش رو في الفوليوم صحيح رو في الفوليوم رو في الفوليوم بعطيني ماس بضربه في G شو بطلع بطلع الويت صح إذا لا نشوف شو بده نسوي هذا الكلام أنا جيت أخد هيا أقطع أكبر شوي بس عشان هاي بده سميها إذا كان هذا Y هذا تصير شوي دل توا نح كديش دي فوليوم كديش الفوليوم تبع هاي الكطعة مزبوط A DY طيب كديش الفورس الآن مش الفوليوم مضروب في رو صح مضروب في إيش مضروب في جي يعني صارت A في DY مضروب في رو هاي كونستانت رو مضروب في إيش مضروب في جي اللي هي تسعة وثمانية بالعشر مظبور هلأ هاي الفورس وين أسفل آه بس وين لحظة آه على الساكشن اللي خدته متأكد آه من البداية لساكشن اللي خدته لا أنا مش تربنا في دلتا Y معناته هاي الفورس تبعتها ووزن تبعته صاح بس هل أنا معني في الوزن تبعته ولا الوزن لقش تاني الكل خليني خليني أرسم هاي هاي رسمت هاي هاي هي دلتا هاي هاي اللي أنا حددت أنا بدور على اللي صارت فيها يعني بدور على هذه هذه قديش أنا أي فورس اللي بسأل عنها هاي بس ما هو أي فورس هاي مش موجودة هاي مش موجودة هاي التوتال فورس إلها بس أنا بسأل لما كانت هاي القطعة هاي أني فورس اللي بدور عليها الويت اللي شادتها لتحت ماشي يعني الويت تبع أي قطعة إذا كانت هاي واي مش أنا بدور على الفورس هاي صح مظبور هاي الفورس كديش كديش هاي الفورس كديش هلا A مضروب في Y شو بعطيني 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 هذا الموليوم طيب مضروب في رو في رو أيوة مضروب في G بعطيني مضروب في G نيوتن إذن هاي الفورس آه إذن الفورس شو صارت in terms of what of Y in terms of Y معناته صارت الفورس شو تساوي هيرو في G في A كل هذا الكلام constant مضروب شوات مضروب شوات نيح الarea constant ولا لا صحيح constant إذن الarea constant والE constant مضبوط مضبوط طيب إذن أنا الآن بدي أجيب هاي الكتعة هاي الكتعة شو صار فيها فورس اللي هي دلتا L شو صار شو صار فيها تغير في الطول صار فيها تغير في الطول هاي ايه وهاي روم وهاي جي بره نستحل لحدنا هذا الكلام في Y هاي هاي كلها P هاي كتبتها كده مضبوط مضروب في L مضروب في دلتا في L في دلتا L يعني يعني اللي هي شهيد L Y تلتا Y دلتا Y هذا من كامل على A على في إيش في إي في إي بتروح لهم عليه هاي هاي بتدعم الانتجريشن وهاي بتدعم الانتجريشن من زيرو لأ L مضبوط مضبوط هاي الA بتروح مع l-E سوري مع l-A بتضل عندي هاي رو بره و جي بره على E بره على E بره Y دلتا Y Y squared على 2 Y squared على 2 من 0 لأ L طيح إذا هذا الكلام صحيح معناته شو صارت تساوي هاي رو رو في G في L squared على 2 A أي L squared على 2 A هاي مش هي نفس هاي أزبوط بالتالي بالتالي الآن الآن هذا با إنتجريش هلا أنا بدي أشوف لو أنا لو أنا فكرت بشكل أبسط من هي وشوف بيطلع معنا في النتيجة ولا لا شو الأبسط من هي الأبسط من هي إنه هاي أنا بعود الروم ماس على الفوليو يعني هاي 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 الآن قديش التوتال التوتال ويت لهذا مش التوتال ويت أيوة أيوة A في ال في ال في جي صح صحيح هذا التوتال وين موجود لا أسفل موجود وين بس وين وين نقطته أل على اثنين مش ايوة في الطيب إذا كان هذا في الطيب معناته اللي صار بدنا نستخدمها في الإكواشن كديش هي أل ولا أل على اثنين أل على اثنين أل اثنين إذن الفورس كام A في L في رو في G هالك تنويات حسبنا مضروب في مضبوط L على اثنين على اساس من هاللينك تبعتها مضبوط على A في صح صحيح هاي ال راح أتمع ال L L سكوار رو في رو L سكوار على اثنين مضروب إذن الآن الآن بغض النظر كيف نحسبها بطريقة كسنترويد وعارفين شو بطلع معنا ولا بالطريقة الماثماتيكس تعطيني إيش تعطيني نفس الإجابة واضح طبعا هذا محلول لكن أنا حبيتش أحله يعني هذا الحل اللي رو في A في Y في G هذا حل هذا حل محلول بس أنا حبيت أحله قبل ونحله مع بعض وهذا وهذا لو أنا جيت حطيت L على 2 لو أنا حطيت L على 2 عند النقطة هاي فبستخدم الفورس اللي حليتها نوع في L 2 على بطيني نفس النتيجة طيب الآن صار عندي الاريا مختلفة الاريا مختلفة خلا بدنا نرجح نوع إياكم نشوف كيف نجي بالاريا يعني لا هيا أنا أخد سور هيا أنا أخد قطعة القطعة هاي سميتها دلتا اكس ليش دلتا اكس لأنه هذه اكس ماشي طيب أنا بدور الآن على هاي اللي هي الاختلاف في الطول اللي صار في دلتا اكس كويس ما هو الآن لو بدي أرجع أنا إياكم على هذا الكلام شو بدي يكون الفورس صح هاي هاي بي في ال ال كام دلتا اكس على ال ال E constant لكن ال A is a function of x مصبوط صح طب اذا ال A is a function of x معناته أنا خليني هاي هاي capital b وهاي هاي small b وهاي هاي l صح أنا الآن بدور على بدور على القطعة هاي القطعة هاي قدش طولها لأنه إذا بقسمها على 2 شو بحطيني بحطيني ال R اللي بجيت منه طيب القطعة هاي قدش طولها إذا كانت هاي x أو بدك تأخذها من تحت مع الناش بش القطعة هاي قدش طولها يا هاي القطعة كم طولها يعني لو أنا باجي بقول هاي أنا حطيت هذول القطع الخضر هاي القطعة الخضر هاي القطعة الخضر المسافة وهاي المسافة مظبوط صحيح بي ناقص خليني هاي مندر أسمي هاي بي بي ناقص اثنين في مندر ليه المسافة اللي تعيق مظبوط صحيح طيب أرسم أرسم المسافة بي على ألف هاي المسافة مصبوط مش هاد أقول المسافة هاي بدي أكمله ها وهي كمان المسافة من ها مش هيكي الامور مصبوط اي وها مهمة اكزاك لدي سايم انا بدور على أنا وحد بدور على الحمر اللي هاي كمت طول الأحمر كمت وبس هذا اللي بدور عليه إذا كان كل اللي فوق بي واللي تحت بي كمت تكون هاي بدها تكون إذا أنا جيت قلت إنه هاي الخبرة اللي هاي إذا بقدر أوجد الخبرة فهي بي بي ناقص اتنين في الأخضر صح صحيح خلص كمي الأخضر أول شي هلأ الأصل الأصل في هذا الخط شو شو شلوب تبعو ايوه كابتل بي ناقص صحيح ايوه ناقص سمول بي مضبوط صح صحيح على اثنين على اثنين ايوه على اثنين كله على اثنين ممتاز يعني هذا هو الاسلوب هذا هو الاسلوب إذن إذا هذا الاسلوب هذا الفيزيكال مين ينقوله شو هو إنه هذا الكلام متغير بمعقص بهذه الطريقة صح مضبوط طيب إذا طيب هيدربناها في اكس هيدربناها في اكس لما أنا ضربته في اكس شو طلع معي طلع معي in terms of اكس in terms of اكس المسافة اللي بدور عليها مضبوط صحيح طيب لكن عشان هيك أنا قلت قبل شوي لو فرضنا إنه الاكس منها بطلع علي أسهل بكثير في التعامل مع الشقف هاي صحيح هاي الشقف اللي هان شهي ايوه شو رح تكون بي ناقص بي على اثنين الف ال ناقص يعني انفرض انه عندي هذا المثلات المسيط هاي وهاي وهذا عنده سلوب معين وانا بدور على هاي بدور على هاي السي من تيرمز بقدر أجيبها أو لا بقدر كيف السلوب مضروب في الـ آه كويس ممتاز جدا السلوب مضروب في الـ هذا لو كان فوق شوي وهذا كان وهذا كانت كابتل بي كابتل بي كاتش السلوب وكلها ألم بي الميح هاي بي على ألم هاي السلوب في ايش في اكس عطول بطيك هاي المسافة صح مضبوط على اذا انت ما اخذ من فوق شو بدها تصير الامور بده حطها انتيرمز وفل مينس اكس بالضبط بالضبط وتكون بي ناقص واضح واضح الامور بس احنا الان احنا الان احنا الان ما عندناش مشكلة تعامل مع اي شي اذا اذا انا فاهم شو بدور عليش بدور اذا فاهم انا عليش بدور والان خلينا شلول محلول كله محلول خلينا بس اذا الان قبل مروح لأي شي معين هادول الاسئلة اللي كنت احكي عنهم في كل المقاضرات ينطبقوا على شابتر شابتر اربعة هاي شابتر اربعة شابتر اربعة شو هو اكسي الفورت هاي اكسي الفورت ها ممكن يكون عنده يو ممكن يكون عنده ممكن يكون عنده under its own load ممكن عنده المساحة متغيرة ما فيش مشكلة شو مطلوب الآن عليش بدور في هادول سترس شو نشك نشك بالسيستم يعني النظام عندي موجود النظام عندي موجود وممكن المطلوب المطلوب انك تعمل شك لهذا السيستم او طبعا من الفيلر او يعطيني design the system احنا في الاخر كل هذا الكلام عشان نوصل في سنة خامس شو نحمل design the system طيب نحل مع بعض هذا السؤال ونشو شو بطلع معنا هذا السؤال طب هو شو السؤال انا قلت لك ممكن يجي على هذا خمس اسئل شو ممكن هذا السؤال يكون find air find the stress في الاصفر طيب غيره find the stress في الازرخ غيره find the displacement of point c find the displacement of point a find the displacement of point b اذا هو بده quantity quantity find added displacement طيب شو ممكن find the maximum maximum displacement of point c find the maximum displacement of point e find the maximum stress اللي موجود اه find the maximum وخلاص لا ما هو يكون find the maximum stress اللي موجود في المنطقة الصفرة بحيث يبقى في ال elastic اذا هو بحكي لك find the maximum بس في نفس الوقت بحدد لك شو الشرق طيب انهل هذا السؤال هذا السؤال حلناه في جميعه هذا السؤال والسؤال اللي السؤال اللي قبله او حلناه الحصة اللي فاتت بيختلفوش عن بعض يأخ نيوه نبدأ مثلا بالالومينو ميح كديش كديش المسافة اللي هان كديش الفورس اللي هان هذا الفور هاي بيدي حط هاي مية أساس هاي مية كديش الفورس اللي هان مية في ثلاثة ونص على ثلاثة ونص على ستة ستة طيب وهاي مية في ثلاثة ونص على ستة نيس اذا الان الدلتة اللي صارت في هادي كديش اللي الفورس مية ثلاثة ونص على ستة مضروف في المت الاصلي تابعوك أربعة مضروف في أربعة 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 ألاف أو أربعة خليها في الآخر مضروف في عشرة فورس مهيم هادي كيلو نيوتون وهادي متر فيش مشكلة أيوة مضروف في مقسوم على هادي على أيوة اللي هي ثلاثة مية في ميتين بدينا نعيد نفس الشي إلى مين لتاني طح طيب الألمين شو بدي يكون مية في اثنين ونص على ستة مبرو أيوة في ثلاثة في عشرة كوة ستة عشرة كوة ستة على خمسمية سبعين سبعين بيطلع عندي هذا طيب هلا شو أحسب المثل شو إمكانية يصير في المنبر AC يا إما بنزل دغري شيك مظبوط إذا كان أخذلت المتساويات ومشكو أو بدو ينزل ينزل عند طرف صح أو بدو ينزل هيك حسب مين الأخضر زي ما تفضلت شو قلت أنت المتساوي صح صح طيب الأحمر واضح ووالأزرق العكس أفرض أنه أكثر حد شو تطلب مني أكثر شيء بدو يطلب مني أنه هاي النقطة وين راحت صح بالنسبة للأخضر هاي النقطة وين راحت ستكون تلتار ومتساوي بالنسبة للأحمر شو بدو نرجع راحت نرجع نعمل مثلث صحيح مثلثة وبغض النظر كيف تحسبوها تحسبوها الآن شو ممكن يكون أسئلة ممكن يسألني سؤال كلي كلي كديش الفورس اللي موجودة عند النقطة P بحيث انه displacement السلوب السلوب of ABC is zero السلوب of ABC is zero شعن السلوب دلتأل زيرا نعم دلتأل يساوي دلتأل الثاني وبطل طب طيب هاي دلتأل تساوي دلتأل مظبوط هلا هاي مش كانت in terms of مش كانت هاي in terms of 3.5 على 6 P وهاي 2.5 على 6 E إذن هاي دلتأل للأصفر شو بدأ تكون للأصفر 3.5 على 6 P على 6 P أيوة في 4 10 قوة 6 على خلاص على A في بقبض ما برش A في هاي شو تساوي أيوة 2.5 على 6 في P و أصفر على 6 في P في 3 متر على A1 E1 لأنه مختلفات فشو بطلع عندي 1 equation 1 equation 1 وهاي من هان لها X يعني وين لازم أنا أحب الميت كيل ل نيوت بحيث أنه السلوب A B C شو يكون 0 0 السلوب A B C يكون 0 صح بس بعمل نفس ليش بس بس بالصبت يعني هاي بدأ تكون مش 3 ونص بدأ تكون X على 2 ونص 2 ونص X على 2 ونص هاي شو بدأ تكون 6 ناقص 2 ونص على لا لا خلص هاي بطل 2 ونص تمام تمام سوار X مظبوط فبالتالي بالتالي الأسئلة اللي موجودة في أي كتاب لم تتعدى الكلام اللي بنحكي فيه لم تتعدى الكلام اللي بنحكي فيه إذن ممكن يكون الvariable وين لازم تكون X ممكن كم لازم تكون B ممكن تقول إنه الآن أنا المطلوب هاي الاريا مش معطة البي مية وهي 2 ونص وهي 3 ونص find the area of هذا العنصر بحيث تكون بحيث تكون السلوب ABC 0 شو أفرق عنا نحل اللي حلينا شو البري بد أسوأ بديش أقول أسوأ أكثر من هيك complexity كم لازم تكون X بحيث يكون بحيث يكون السلوب of ABC بقيمة نص شو يعني بقيمة نص الآن أو نص كثير بقيمة 1.1 كم لازم تكون X بحيث تكون بقيمة 0.1 شو يعني 0.1 يعني من هال لها كم هي 6 مظهور يعني صار عندي هذا constant هذا هذا الاسلوب بدي يكون 0.1 طب هي كلها طولها 6 إذن يعني الالونجيشن يكون 0.6 بس يعني الان صار عندي وعي وبربط كاعد في كل اللي خدته في الستاتيكس في هاي الفورمولا بي أل على A في غيرها ما في الشي يعني شابطر أربعة ما في أي فورمولا needed غير هيها غير بي في أل على A في E واضح الآن آه هاي شؤال ثاني يخ هاي X مش حطين مش مخطوط X هاي هاي يعني ممكن يطلب X ممكن يطلب كدهش الوزن ممكن يطلب كدهش الماكسيمم للوزن بحيث إنه يكون معين خلينا ناخذ قيمة X طيب شو المطلوب ضي المطلوب قيمة X بحيث إنه خلينا لا مطلوب قيمة X بحيث إنه لسترس الجود A B لا يتعدى سيجميل مستجميل معروفة سيجميل معطى 420 ميجا بس كيف تحل السؤال من قيمة X بحيث إنه سيجميل اللي في هذا ما تتعداش 420 ميجا بس طبعا هذا بيكون معطى على أساس 100 كيف ماشي يلا كيف أفكر هلأ هي سيجميل شو تساوي مش فورس على آريا مظبوط مظبوط طيب وهي تساوي 420 طيب أعطيني الفورس اللي في A B بس يلا فورس A B كم الاريا في 420 لا الفورس اللي في جوا in terms of 100 وال X كديش 100 في X على 4 في 5 على 4 هذا 100 وهذا 4 وهذا 2 كديش الرياكشن تبع هذا الرياكشن خليها 90 90 على أساس يكون أسهل الرياكشن 4 6 100 يعني 60 100 يعني نثل ثلثين نثل طب منين كيف جبت هذا الحكي هذا الكلام هذا الكلام صار بدل هاي صار هذا الكابل الآن هاي الرياكشن 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 أيوة مش أربعة الطول في الوطر على 3.2 أيوة الطول الطول على 3.2 مظلوط إذا الآن الآن نرجع للسؤال هذا للتذكير نرجع للسؤال هل أنا بقدر أجيب الفورس اللي بهذا ما هو أي سؤال بدنا نجاو أنا بدي الفورس اللي بوجود في المنبر مظبوط مش هيك مظبوط طيب دكتور بس كيف دكتور جدي القوة مدام إنه موقع القوة أصلا المؤثرة مش معنا وهون تبدأ توجدها بهذا الحكي خلينا خلينا شوف على هذا يعني تقريبا بطلع 5.2 100 هلأ الفورس اللي في هذا إذا كانت هاي 100 in terms of x كدير يه هذا جواب سؤالك 100 في جذر 4.2 كل مكسوم على 3.2 طلع الطول 5.2 طلع الطول 5.2 100 أيوة في إيش 5.2 على 3.2 مظبوط بس ما هو لسه هذا هذا 5.2 5.2 هذا 5.2 هذا 5.2 هذا 5.2 بخمسة فاصلة اثنين على ثلاثة فاصلة اثنين طيب ممتاز ممتاز الآن هاي هذا طلع الفوت شو كان بده هو بده الماكسيمم اكس على أساس إنه تصير الاسترس أربعمية وعشلية طيب مورد كيف جبت المركب اللي هي مية في اكس على أربعة ما هو إحنا واضح إنه نستدين نحن نقرأ الآن هذا منذر وهذا أحمد وهذا محمد اللهم صلي على سيدنا قديش الرياكشن اللي هان ايوه احنا شو كلنا من أول الفصل انت بدك تاخد مومنت عندنا فاخد أنا ما عنديش مشكلة بس أنا إذا كان عندي هاي هاي مية وهذه اتنين وهذه أربعة كديش الرياكشنز احنا متفقين بشكل سريع إنه الفورس على المسافة ما بين الفورس و السابورت الأول الفورس والسابورت الثاني كديش الفورس والسابورت الأول ستة كديش الفورس والسابورت الثاني اتنين على إيه على المسافة بين الفورس إذا ما طلعت واحدة واحد ونص واحدة نص الأقرب بتاخد الأعلى أنا بحكي معك حس و فيزيكس مش رياضية فبالتالي هاي هي الأقرب فعشان هيك هاي تلعط شو واحد ونص هلأ بدي 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 شوف الستة شي هي هي الستة الاكس والمسافة بين التو سابورت شي هي الأربعة إذا أنا لما قلت اكس على أربعة في الفورس شي هاي هاي البرتكال كومبوننت عند المبطة هاي بالتالي الآن صار عندي الفورس في داخل هذا في داخل هذا بغض النظر هو ثلاثة وأربعة وخمسة لا 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 تش ثلاثة وأربعة وخمسة الشامل الوحيد اللي جبناها هذا الطول فقدرنا نعرف الفورس اللي موجود في هذا بأسرع وقت ممكن انت ممكن تأخذ هذا المومنت عند النقطة هاي تأخذ الكمبوننت اللي هاي تأخذ المية بيطلع عندك نفس النتيجة الآن مش هاي السؤال أنا ما حطيت هذا السؤال عشان أجيب السترس بدي البرتكال ديس بليسمينت عند النقطة به هاي هاي خمسة متر وهاي الفورس لتحت 100 كلمة بدي البرتكال ديس بليسمينت عند النقطة به البرتكال ديس بليسمينت عند النقطة به كديش شام نضيعش وقت بدي أرجع السترس الآن هذا هو A B هذا هو A B هاي A وهي B طيب إذا هذا A B الاستطالة اللي بدأت تصير في A B بدأت تكون باتجاهه مضبون بهذا الاتجاه هاي 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 هي الاستطالة اللي صارت في A B صح؟ طب أنا بديش هذا الاتجاه أنا ما بدي بهذا الاتجاه الاستطالة اللي صاره أنا بدي الديس بليسمينت اللي صار بيرتكال يعني الآن بدي أخط هذا الأحمر هيو الآن الواضح واضح إنه صار عنا بالأزرق صار عنا هيك صارت صح؟ وهاي الحمرة صارت هيك إحنا عليش بندور لها؟ ندور على المسافة هاي هاي في الأسود المسافة هاي كم هاي المسافة؟ أيها؟ هذا السؤال حليتنا إياكم وين؟ في شابتر؟ شابتر اثنين في السترين إنه بي سي مش رح يتغير طولها مضبوط؟ واعطانا السترين كان السترين اللي في إي بي أعطانا قيمته وحليني هذا السؤال كيب أقدر أحل هذا السؤال؟ أمريكا سريعة جداً هاي توجد أين؟ على أربعة في ثلاثة عثنين على أربعة في ثلاثة عثنين يعني الكنسبت صحيح نشوف هاي الجزء اللي استطر مضبوط؟ وأنا بدور على بدور على بدور على مين؟ بدور على هاي هاي مش كلها بدور على هاي بدور على القطع هاي الآن إحنا خدنا في الاستاتيكس قضيط البروجيكشن لمعنى إنه هاي لو بعمل إسقاط بعمل إسقاط على المنطقة اللي بدور عليها هايها الآن هاي هي الvertecal displacement هاي هي الvertecal displacement مظبوعم? هاي هي الvertecal displacement مظبووم؟ هاي هي الvertecal displacement مظبووم? اللي جبناها عا طريق هاي اللي جبناها عن طريق هاي اللي جبناها عن طريق هاي اللي يقلب علي فيه خدوا؟ ما شهذا الเอゲشن الأصصار صح مضبوط مضبوط طيب كده يا يعني بالطبع طبعا بدرجع لهان هاي هذا مديه هيك بس عشان بس عشان نوخذ هاي هذا انا مديته هيك هاي وانا اللي مديته اسقطته اسقطت عنا انا بدي الحمرة يعني بنحسب الزاوية اول دكتور انا هاي بدي اسقطت عنا الحمرة هاي اسقطت عنا الحمرة هاي ما ادو اذا انا بدي انا بسأل كدهش هاي الحمرة واضحة هاي سوري الخضرة هاي الهي بي في أل على اي في اي انا بدور على مين بدور على الحمرة كدهش تنسوش انه هذا كان حسب نقر بشوي 5.2 هي بتساوي 3.2 على خمسة اثنين مضروب في هذا مضروب وضحط وضحط واللي بدو يجيب الزاوية ممتاز صحيح مية في المية ما هو راح يجيب الزاوية وبعدين ياخد ساين الزاوية اللي هي المقابل على المجاور فما هي أصلا هاينا ما هي هيها 5.3.2 على هذا الكلام بعطيني نفس نتيجة الأسئلة فبالتالي السؤال الأول كان فكرته تختلف عن السؤال الثاني إنه السؤال الأول كنا دائما ندور على displacement displacement in terms of what displacement in the direction of the member هذا وهذا في direction of the member ما في مشكلة لكن الآن لما جينن على هذا السؤال صارd displacement مش in the direction of the member هو كان سألني الvertical وهو معطيني القطر طيب الآن هذا 100 كيلو نيوتون 100 كيلو نيوتون وكاللي كاللي هديش الvertical displacement اللي صارت كيف دي حسبها طبا بحكيش عن الماثماتيكس أنا بحكي الآن كميكانيكس بدي الvertical displacement الماثماتيكس كيف تحسب حسب ما حكينا عن اللي قبل شوي إله هذا هو الالونجيشن اللي رح يصير في AC طبا مظبور مظبور وهذا هو الالونجيشن اللي رح يصير في BC طبا مظبور مش هيكل طبعا مش لهالدرجة بس أنا برسم بشكل طيب الآن شو نعمال حسب ما حسب ما سوينا في هذا اللي رح يصير في ساين الزاوية بعطيني الvertical displacement لا شو بناني عمل مش أنا بدور على العمودي بدك تأخذ عمودي على هذا بدك تأخذ عمودي على هذا وبطلع عندك المسافة هاي هي الvertical هذا اسمه chapter 1 شو chapter 1 في الستاتيكس انتو خدتوها sine وسين مظبور بس sine والcosine ما هياش الcalculator sine والcosine هي projection projection يعني كان عندي هذا الخاط شو وكان عندي هذا الخاط أنا بدي أعمل projection projection من الخط الأحمر للأزرق شو بأعمل بأعمل اسقاط من الأحمر للأزرق شو يعني اسقاط هاي طيب بدي أعمل أنا projection projection من الأزرق للأحمر شو بأعمل ايوه إحنا لما أسقطنا رسم خطوط معامدي على الأحمر من الأزرق للأحمر ايوه معنى توهي كيف تكون تضبط معنى توهي عملية اسقاط هذا هذا شو اختلف عنها هذا شو اختلف عن هذا عكل حال عشان عندكم حصص بعد هاي الحصة الجاي بنناقش هذا الكلام قبلية الاسقاط وعلى اساس نشوف هاي هذا فورس هاي هذا فورس وهدول هدول كيف نتعامل معهم واذا بيكون عندكم اي سؤال من اي كتاب على شابتر 4 جيبوا خلينا نناقش طبعا لن لن يكون يختلف عن هدول الخمس اسئلة في الشي يعني ما في اي اختلاف عن الخمس اسئلة اللي هون والحصة الجاي بحل لما يكون الاريا مختلفة لما بتكون الفورس مختلفة عشان بس نذكر قبل ما نيجي لأي سؤال من هدول ونحلهم بنذكر فيه هدك السؤال بنحل وبنحل هدول لسل عشان نكون شابتر 4 مع الناش عندنا اي مشكلة الآن السؤالي هلأ بنعمل الكوز قبل المتحان عساس بنكون نجاح في الدراسة لنقطة معينة هذا الكوز ممكن يكون يوم السبت عشرين ثلاث أو يوم الآخر ثلاثة وعشرين ثلاثة من بتطب أنا بسأل عن التفضيل بعدين بنعين يوم سبت ولا يوم ثلاثة هذا سؤال يوم سبت في ثلاثة وعشرين أو ثلاثة مية اثنين ما هو ما هو يوم السبت ما هو هيك ليش أنا كنت يوم سبت لأنه يوم السبت حاطين نجام على ل مية وثلاثة يعني أيوة للجامعة كلها للجامعة كلها مش لل الدبارتمنت حاطينه للجلوبال يعني دراسات ثقافة في هذا الكلام في حدا عنده منكم يوم السبت إشي أنا عنده بشرين مية واحد خلاص وبعده عنده وزدي نمية مش مشكلة إذن يوم السبت عندكم إحنا هلا بنروح ليوم الثلاثة اللي هو ثلاثة وعشرين ثلاثة هي الإشكال صار في الجامعة لما بنقدر نعمل لكوز لما نكون حاجزينه من أول لما نكون حاجزينه من أول لأنه صار أكثر من مرة في كوزات وصكة المودل وبطل يستوعب وصار في مشاكل فالآن خلينا نقول يوم ثلاثة طبعا مش رح يكون في إشي بنحكي فيه بعد الآن بعد الآن كمي يوم في الشهر أربعة طبعا نح يعني معنا أصلا بس في المادة اللي قطعناها لليوم بس في المادة اللي قطعناها لليوم يعني شبطر واحد واثنين وثلاث وشوي من أربعة هيك هيك رح تيجي وش رح يجي خلينا نشوف هل هو حل لنبعت لكم أسئلة ومنناقش هايوم الأربعة لنبعت لكم أسئلة ولا يكون على المودل على أساس أنه ضع دائرة هلأ كدهش بدي يكون عليه وكدهش مش مشكلة احنا بنحكي عن هذا الانتحان بديش أقول الانتحان التست ولا المعلومات اللي عندكم ماشي إذن يوم الثلاثة 23 يوم الثلاثة 23 مبدئيا في عنا تست هلأ شنوع التست بنحكي عنه يوم الأربعة كويس تمام دكتور بس لا سمعت ما ازلنا محاضرة اليوم عندي عندي حصة هلأ على التنتين ونصب تكون نازلة بإذن الله دكتور وكتاب المادة كتاب المادة الجسم مش راضي يكبله مش راضي يرتفع طيب خليني أشوف لينك لينك أنا بدي أخطه عندي أرفعه عندي وبعطيكم اللينك تقولوا منه تمام ماشي معناتو يعطيكم العافية يعطيك العافية